انتقادات حادة من مسؤولين امريكيين سبقت تزيارة اردوغان لواشنطن بل ذهب البعض الى حد المطالبة بتسليم اردوغان للمحكمات الجنائية الدولية بسبب ما ارتكبه من جرائم سواء في تركيا او سوريا اخرون انتقدوا جرائم اردوغان في سوريا وعلم حول علاقته بتنظيم داعش الارهابي اردوغان يهين القطريين هاشتاغ دشنه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصدر تريند في غضون ساعات انتقدوا فيه رضوخ قطر لايمانة تركيا بعد مطالبات من الاخيرة بفصل موظفين من قناة الجزيرة الانجليزية معرضين للسياسات اردوغان حجوم عنيف شنت وسائل اعلام تركية حكومية على قطر بسبب التغطية الاخبارية لقناة الجزيرة الناتقة باللغة الانجليزية للعملية العسكرية التركية في سوريا فبينما لا تنتقد قناة نظام الدوحة كان لديها بعض الاصوات المعارضة لتركيا صحيفة دالي صباح التركية المؤيدة للحكومة قالت في افتتاحية لها ان مجموعة صغيرة في قناة الجزيرة الناتقة بالانجليزية تقوض الشراكة بين تركيا وقطر محدرة من ان الشراكة البلدين قد تكون معارضة للخطر ما لم تتخلص الدوحة من الافراد الذين يسعون الى تسميم هذا التحالق تحت ستار الصحافة المستقلة